ينضم إلينا من القاهرة سيد وليد الأبارة المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية. ألهم بك سيد وليد. إذن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقا في اليمن في السابع من مارس الجاري. بعد أن أطلقت قوات الحوثي أو ميليشيا الحوثي قذائف مجهولة على مركز احتجاز هؤلاء المهاجرين. هل تكشفت لديكم ملابسات وأسباب حصول هذا الحادث؟ مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. فيما يتعلق بملابسات الحادث كان هناك معتقلون من المهاجرين الأفارقة وبالتحديد الأثيوبيين في سجون تابعة للجوازات أو مبنى للجوازات التي تسيطر عليه جماعة الحوثيين الإرهابية. هؤلاء كانوا يقيمون في سجون غير لائقة إنسانيا تفتقل لأبسط الخدمات الإنسانية أيضا ويتم معاملتهم وإمتهان كرامتهم أيضا ويتم ابتزازهم أيضا على المستوى المالي. قاموا بتنفيذ إضراب عن الطعام داخل السجن. قامت المليشيات أيضا أو عناصر المليشيات الإرهابية بإطلاق قذائف حارقة عليهم داخل السجون. وبالتالي فيما يتعلق أيضا بتقرير الهومورايتس هو تأكيد المؤكد. ليس إلا وكنا نأمل أيضا أن يكون تقرير الهومورايتس والعفوة الدولية والمنظمات الدولية المتخصصة أيضا بالجانب الحقوقي والإنساني. أن تدعو إلى تحقيق مستكل فيما يتعلق بهذه الحادثة. وهي طالبة هيومن رايتس ووتش من فريق الخبراء الأممي التحقيق في هذه الانتهاكات. وعلى ضو ذلك هل سيتم باعتقادك فتح تحقيق؟ وماذا يمكن أن يترتب على أي تحقيقات في هذه الممارسات؟ فيما يتعلق بملف التحقيقات التابعة لمجلس حقوق الإنسان. هناك إشكالية كبيرة بما يتعلق بخلفية تشكيل فريق. وصعب ذكرها هنا. كان يمكن أيضا هذه جريمة خطيرة. نحن نتحدث أيضا عن شهادات لناجئين. بأنه طلب منهم أن يقوموا بالصلاة لآخر مرة. وأيضا تم توجيه القنابل عليهم. بمعنى تم إحراقهم بشكل متعمد ومتقصد. بالإضافة هناك إشكالية أود أن نوضحها لمن هي الدولة الوحيدة عربيا. والدولة الوحيدة في شمال إفريقيا الموقعة على قانون اللاجئين. وبالتالي ليس هناك مصوق قانوني لجماعة الحوثين الإرهابية بإلقاء القفض على هؤلاء. بل بالعكس. طالما كنا في اليمن نتعامل مع هؤلاء كأشقاء وإخوة لنا في الإنسانية. وكانت اليمن على الرغم من الظروف الإنسانية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا. إلا أننا كنا نقدم لهم كل العون. وحينما كانت تعجز الحكومات اليمنية السابقة في توفير المؤنة الإغاثية والطبية والإيوائية لهؤلاء. كان اليمن يستعين أيضا بالمنظمات الدولية وخصوصا المفوضية اللاجئين. وبعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي. وبالتالي قام الحوثين باعتقال هؤلاء بشكل تعصفي بدون أي مسابقات قانونية. يقوم أيضا بالزج بهم في معارك الجبهات القتال. أيضا يجم استخدامهم أيضا في تأريب الممتعات. أمام هذه الممارسات التي تشير إليها سيد وليد. كيف يمكن أن تتحول هذه الإدانات على هذه الجرائم. لنشهد محاكمات في المحاكمة الدولية كمحكمة العدل أو الجنائية الدولية. باعتقادك كيف يمكن تحويل ذلك من إدانة إلى محاكمات ومحاسبات. هذا هو السؤال المحوري. وهو لب القضية في الحقيقة. فيما يتعلق بالقضاء الوطني. هناك إجراءات تتم التوثيق وتقصي هذه الجريمة والمسؤولين عنها بشكل مباشر. والمسؤولين قانونيا عنها. وهناك أيضا جانب دولي. كانت هناك رسالة موجهة من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. النظير هي أيضا الأتيوبي. حتى هذه اللحظة لم تتكشف ما هي الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي ستعمل عليها الحكومتين في مواجهة هذه الجريمة البشعة. ولكن من المؤكد بأن أي إجراءات يتعلق في المحكمة الدولية يجب أن يكون هناك تقدم أو أحدى الدولتين بشكل رسمي لمحكمة الجناية الدولية. أيضا أعتقد أن الفريقان التابعان لمجلس حقوق الإنسان والمشكل بقرار 3631 في العام أو في ستمبر 2017. وأيضا الفريق الأممي التابع لمجلس الأمن أعتقد أنهم سيولون هذه القضية أو هذه الجريمة اهتمام كبير جدا. وأعتقد أيضا أن هذه القضية سيتم تناقشها بشكل واسع في إنعقاد الدوري لمجلس حقوق الإنسان في شهر ستة المقبل. وبالتالي هذه الجريمة لا يمكن تسقط بالتقادم. نحن نتحدث عن مجزرة حقيقية حدث بشكل متعمد. صحيح سيد وليد بحسب المنظمة الدولية للنجرة فحوالي هناك ستة ألاف مهاجر على الأقل محتجزون في جميع أنحاء اليمن. كما أيضا يحتجز المهربون المئات منهم إذا لم يكن الألاف. كيف يمكن توفير الحماية لهؤلاء على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي؟ ما هو الدور المطلوب باعتقادك؟ سؤال مهم فيما يتعلق بجانب الحماية. ولكن الحديث عن الحماية بشكل عام. للأسف الشديد يمكن الجزء بأن المجتمع الدولي قد فشل بشكل أو بآخر بتوفير الحماية للمدني. بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين باعتبارهم أيضا من الفئة المدنية. للأسف الشديد المجتمع الدولي لديه توجه حاليا. وخصوصا بعد صعود دارة بيدي للبيت الأبيض لديه الجهود ونشاطات تتعلق بموضوع السلام. وبالتالي من أجل إنجاح هذه الجهود تم إزاحة الحثيم من قوائم الإرهاب. أو إبعد الحثيم من قوائم الإرهاب. وأيضا أعتقد أن هذه القضية لم تأخذ مداها على الصعيد الدولي. وخصوصا من المؤسسات الأممية والدولية المعنية. بحماية تعزيز حقوق الإنسان في العالم. لأنها أيضا تريد أن تنجح السلام في اليمن. وهي تعتقد أن التصعيد في هذه القضية سيؤدي إلى فشل الجلوس مع الحثيم على طاولة واحدة. وهذا خطأ استراتيجي كبير. الحثيم للأسفل الشديد استغلوا الموقف الدولي والتراك المجتمع الدولي. وهم السمرون في اتكاب المزيد من الجرائم منذ انقلابهم في الجنة 19 حتى هذه اللحظة. سيد وليد الأبارة المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية من القاهرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا.